السلام عليكم ازايكم يا دا كاترة معيكم زميلتكم نورهان السيد جافر فرق 4 علاق طبيعي وعودوا في نجاح بدون جاشع لمادة السيرابيوتيك قبل ما يبدأ في محاضرتنا ان شاء الله انا جاي لكم المستقبل من الراون للقرسو وعليكم اهتموا من مادة السيرة ان هي من المواد الاساسية والمهمة اللي هتحتاجها ان شاء الله في مذاكرة القرسو وكمان السيرابيوتيك اكسرسايز او السيرة عموما دي حاجة من الحاجات المهمة اللي بنشتغل بها مع العيان في البرنامج التهيلي بتاعه بحيس اننا ان شاء الله نقدر نحنا رجع له الوظيفة بشكل طبيعي وبيقدر ان هو يقوم بوظيفه يعني خلال يومه بشكل طبيعي ونحافظ على نورمال فانكشن فان شاء الله يعني يكون مادة سهلة بالنسبة لكم وخفيفة عليكم وطبعا لو احتاجتم اي حاجة كلنا معاكم ببنى وفاقكم يا رب هتكلم بها ان شاء الله النهاردة عن ازاي نعمل للعضلات المسؤولة عن هنكلم ان شاء الله عن كل جزء في المحاضرة ونحاول يكون مفهوم ومبسط وهنتكلم كمان عن وهنقولك حاولك كمان اوضح النقط المهمة في المحاضرة او ممكن ازاي نسئل في الاجزاء دي وفيه طبعا في اخر الفيديو فيه اسئلة على المحاضرة فنبدأ بسم الله رب شرح لي صدري ويسل لامري واحدة لو اجداتها من اللساني يفقه قولي هتكلم بقى ان شاء الله النهاردة احنا هنتكلم عن الكور فالاول هنعرف يعني ايه والانستابلتي وهنعرف كمان عن الستابلتي اثناء الموشن وايه اللي بتحكم فيها عند والمسل وهنعرف يعني ايه الكور وهنتكلم عن المسؤولة عن الستابلتي وهيه وكمان هتكلم عن بقى ازاي نقوي الموصل ديات ونعمل لها آآ دي المسؤولة او اللي هنستخدمها ازاي نعمل للعضلات المسؤولة عن الستابلتي وهنعرف او آآ اللي هنتباحها في اول حقيقة ده هنفرق من الستابلتي والإنستابلتي الستابلتي دي ببساطة كدرة ان هو يقدر يقوم اللود الواقع عليه اثناء الحركة فبالتالي الموشن اثناء الموشن في بين الفقرات في حركة اسمها دي الحركة الداخلية اللي بتحصل بين اله بين فاللي هي دي بتحصل اثناء الحركة اللي هي الحركة الكبيرة اللي هي استابلتي الحركة بين الفقرات دي هيكون مظبوطة فبالتالي ده هيليمت من الايه من الفقرات فمش هيخلي ان هو يضغط على او فده مش هيبقى مسلا العين مش هيبقى مسلا عنده بين او هيبقى عنده فالستابلتي هي قدرة مش هيبقى فيه من الفقرات فده هيقلل من الاريتيشن للسباين الكورت مش هيخليهم مش هيخليه السباين ضغطة على النيرف روتز ومش هيكون في او بين بحيث ان لو في من الفقرات او الحركة مش مظبوطة والسباين مش قادر يرزيست اللود اللي واقع عليه فهيكون الفقرات هتضغط على النيرف روتز وده طبعا بقى العين مسلا يكون جيه مسلا بقلم بيسمع بقى في القبر القبر او اللور وده حسب طبعا النيرف روتز اللي هي ضغطت عليها اما بقى لان استابلتي دي بتكون عكسها دي لوس للقابلتي بتاعت السباين ان هو يقدر يقوم او يتحكم فيه اللود الواقع عليه فبالتالي يبقى فيه وزي ما قلنا برضو ان ممكن يبقى ايه تضغط على الفقرات يبقى فيه بين يبقى فيه الحركة اه ذات نفسها مش مش مزبوطة فالموضوع كله فيه الماصل اللي مسكة ببعضها اهل هي قوية بتقدر تريزيست اللود ده ولا لا ولا هي ضعيفة اه مع اي حركة يبقى الحركة بتاعته مش مزبوطة فيه من الفقرات اه وبرضو بقى بنقول ايه بنقول لو مسلا لو العيان جاي اشتكي اه من قلم او عنده مسلا العيان بيعمل الحركة بشكل مش مزبوط اه فيه اه ديستريبشن فيه الموشن انا برضو باخد في الاعتبار بتاعي ممكن العيان يكون عنده اه انستابلتي اللي تجيت مسلا بقى المص المشقوية اه او انشوت هنعرف بقى دلوقتي اللي بتحكم بالزبط في ماشي ويه ويه بسم الله الانستابلتي دي ممكن تكون اه فيه الحركة بتكون ممكن تكون اما اما اه فيه لاما ت ставьте بتكون الحياة العيان بيعمل الحركة بشكل غير طبيعي مافيه اميس اما العيان بيبقى عنده الحركة بيبقى زيادة يبقى يعيان بيبقى عنده اب بال earrings العيان مش عارف يعمل الحركة بشكل صحيح بقى فيه اه مافيش عنده مش مزبوط. العيان بيعمل حركة بشكل زيادة شوية. بيعمل مثلا حركة سريعة. عشان حافظ بقى على عشان حافظ بقى على ده بيحصل عن طريق فبالتالي انا عندي مثلا عندي وعندي وعندي التلاتة دول الكور وهم برضو لو فيهم استابلتي كويسة هتتحكم في بتاعة لانهم مسكين ايه مسكين فيهم. ده بيبقى محتاج اه كوردينيشا في الموفمينت في مالتيبول سيجمينتس. وانا لو عندي طبعا بقى اه ليك في دوت هيكون عندي اه في قلنا الحركة بين الفقرات هتكون مش مزبوطة هيبقى عندي اه يعني في زيادة او في في الفقرات ماشي. ده هاتي بقى نتكلم عن يعني اثنين الموشن. اه بيقول ان انا عندي بتبقى منتين بسري سيستمز بمصل ويبيل ايه وبيل نيورال سيستم اللي هو بيقول الاكتف الاكتف سب سيستم اللي هو اللي هو المسكول السكليتال اللي هو المصل قلت اكتف لانه مصل مصل طبعا بتعمل وتتحرك فدي اكتف والباسف سب سيستم اللي هو اللي هو العمود الفقري كابون. والنيورال سيستم. انا لو عندي اي حاجة اي حاجة من اه اي حاجة من التلاتة دول مش هبقى في عندي يستابيرلتي. لازم شاني بقى عند ت irgend-. التلاتة دول يبقى ما فيش يعني ما فيش اي دفكتي في التلاتة من اي واحد من التلاتة منهم. اه طبا كان كمصل او كابون اللي هو اللي سبقينا الكولا كابون او في اه اه في عشان احفز على لازم التلاتة دول يكونوا ايه. اه ما شغالين كويس. فبالتالي اللي هم بقى في النورمال اللي بيكون ان انا عندي في يعني الحالة اللي بيكون فيها بيكون تلاتة تشغالة كويس بقى في عندي اه من اه من اه منتين جليل ميكانيكا فيه اثناء حركته سواء كان بقى في او في فالدول التلاتة اللي بتحكمه فيه عندي قلنا والمصل تمام بص نفهم الموضوع ده اكتر ازاي انا عندي حاجة اسمها حاجة اسمها ديت عبارة عن موجودة عندي فيه وفيه المصل وفيه ديت عبارة عن قلنا بتديني احساس بتاعتي او بالحركة بتاعتي او فدي برضو اللي بتنبه بالحركة اللي انا عاملاها بيروح ينبه المصل خليها تعمل اكتيبيشن وفتعمل الحركة فالتلاتة فالتلاتة دول هما اللي بتحكم في الاستابيرتي بيقى فيه كوربوريشن بين التلاتة كسيني اس نيورال سيستم وكاسبين وكامصل بقول بقى تلاتة مرتبطين آآ ببعض بيعملوا آآ عن طريق من اللي جاي اللي ما بتديني احساس بالبوشن اللي انا يعني وغداها او اللي انا مغداها والموشن اللي انا بعملها كل دوت بيكون من من النسبانة المكان في المصل والتندونز اللي بتنبه فيه البوزيشن وفيه اللي واقع على على فبالتالي ده كل ده كده يحصل بينهم ايه انتجريشن بينهم وبين بعض يتعاونوا مع بعض ان هما يقدروا في الجسم وبيقى بقى سروق ان ابروبريات اند كوردينيتد آآ موسكولار اكتيفتي السيني اس بقى هو اللي بيتحكم او هو اللي بيبعت اشارات لهو مظبوط آآ ما فيهوش اي ديفكت هيبعت اشارات مظبوطة للمصل فبالتالي هيتحكم فيه بيقى فيه عندي ابروبريات موسكولار اكتيفتي وفيه آآ وبكون طبعا كوردينيتد يعني الحركة بتتعمل بشكل مظبوط ووقت المظبوط آآ وكمان مش هتكون مسلا ايه الحركة زيادة والعضل هيبقى فيها مسلا او هي العضلة اصلا فيها فالتلاتة دول بيتحكمون فيه هتكلم دلوقتي عن العضلات المعتمدة عليها فيه انا قلت عندي تلات حاجات مهمين او تلات حاجات بنسميهم الكور او بنسميهم اللي هما والهب والبيلفس والتاتا دول دول كور اللي مسؤولين عنه الاستاباتي لو فيهم استاباتي كويسة هيقدروا انهم يمنتين الاستاباتي كمان فيه الابر واللور آآ فبالتالي دول بنسميهم الايه الكور او الكور استابلتي اللي هما هي التلات حاجات كده اللي الجسم ماسك فيهم او مهمة اوي انهم يكونوا مرتبطين ببعض كويس عشان يحصل استاباتي فيه الجسم كله ويبقى في الاخر عندي آآ مضبوطة. فبالتالي اغولة اه اه قد توقع انا عندي اآ وعندي وعندي اآ وعندي اعندي بلبس. التلاتة دول لزي بقى فيهم استاباتي كويسة علشان يقدروا ان هما يمنتين في القبر بقى وفي اللور وفي اللور ايه? في اللور لمب. تمام. ولو ديت شغالة كويس او في اه استابلتي. عرف من اخر هيبقى عندي حاجة اسمها في الفورس. يعني الفورس متوزعة بشكل كويس على فيش جزء واي عليه اه لوت زيادة. وهيبقى عندي في الاخر الحركة بتتم بشكل مزبوط. ولا هي حركة زيادة. اه ولا هي حركة بتتعمل بشكل غلط. تمامي. القدرة ان انا اتحكم في في الوضع الجسم ماخده وفي الحركة في الحركة في الحركة بيعملها على فبالتالي بيبقى في الاخر عندي حاجة اسمها ما في عندي في الاخر حركة بيتم انتاجها بشكل اه بشكل كويس يعني الحركة او الفورس اللي طالع عشان تعمل الحركة دي بتكون اه بتكون على قد الحركة المطلوبة في حاجة اسمها حركة بتتعمل صح في في الوقت الصح وفي عندي اه اه ترانزفير اه والكونترول لي الفورس والموشن يعني انا من اخر لو فيه كويسة والسيستمز اللي انا قلت عليها مهمة يكون فيها استابلتي اه ديت الاستابلتي موجودة فيها او بتكون اه يعني ايه عنده اه في موجودة في في اللي قلنا اللي هو في اللمبو اه في اللمبو اه هيبكون بليكس انا في الاخر الحركة عندي هتكون اه مزبوطة وهتتم بشكل كويس مش هبقى فيه بين الفقرات مش هيبقى فيه اه اه الارسو كونماتيكس هتكون مزبوطة ما فيش زيادة ما فيش اه اه او ترانسليشن بين الفقرات اه زيادة مش هيحصل طبعا بقى قلنا الاسبايا مش هتضغط على مش هيبقى فيه بين مش هيبقى فيه فكل ده اللي متحكم في الاخر ان انا يطلع لي اه فانقشنا بشكل مزبوط العضلات بقى المسؤولة عن عن دي انا عندي اللوكل مصل دي بتكون بنسميها او هي هي عضلات بتكون صغيرة وبتكون دي دي العضلات اللي مسك الفقرات ببعضها وبتحافظ على بتاعت الفقرات وبتحافظ عليها ان هي تقدر ان هي او ان هي تبقى اللي واقع عليها فبالتالي ما حصلش فيها زيادة ما حصلش فيها زيادة ما بقاش فيه فبالتالي دي العضلات اللي هي بتبقى وكمان فيه 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 وطبعا اهمهم احنا بنقول يعني امثلة عليهم اللي هي الصوص واهمهم عندي عضلتي مهمين جدا اللي هي والانترنال اوبليكاس والبيلوك فلور مصل بس اهمهم اهم اللي هي زي ما موجودين كده في الصورة بنقول بقى ان العضلات دي هي اللي بتحكم فيه البوزيشن وطبعا بتاكتس لوكالي لان على العمود الفقري اللي هي اللي هي اللي متحكمها فيه او هي اللي مسكة الفقرات ببعضها فبالتالي تتحكم فيه الكيرفيتشار بتاعت والستيفنس والستابلتي فيه اما بقى دي عضلات كبيرة شوية بتبقى او ريجينية من البلبس اه بتمسكة فيه الايه السورسك زي الريكتس اب دومينيس وي الكوادريتس لمبورم وي الريكترس بايناي والاكسترنال اوبليكاس اه دي العضلات اللي هي بتمسؤولة او بتحافظ على توزيع اللود والفورس على الجسم كله لان هي عضلات كبيرة فبالتالي بتديستريبيوتس اه او 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 فورس اكتنج اون زي البادي وكمان بترانسفيرس اه اللود بتوين البلبس والسورسك اه كيج لان هي طبعا قلنا اوريجينية من البلبس ومسكة فيه الايه في السورسك وقلنا امثلة عليها الريكتس اب دومينيس وي الكوادريتس آآ لمبورم ودي كل مصل زي ما قلنا هم حاجة فيه الريكتس اب دومينيس وفيه الريكتس اب دومينيس وي الانترنال والاكسترنال اوبليك لاتسمس دورساي كوادريتس لمبورم دي بتكون عضلات كبيرة آآ آآ متحكمة في الايه في الستابلتي وبتعمق وبيت آآ ديستريبيوتس الفورس آآ على الاوتر فورسة على على البودي وانا ان هي بتبقى اوريجينية من البلبس راحة ليه ليه السورسك دي الاكسرسايز بقى ان احنا هنعمل بها ليه الايه ليه المصل المسؤول عن الاكسرسايز دي بيكون الهدف منها ان انا احسن من الفونكشن آآ آآ تقوم بروب الفونكشن في الوفل اسبيسيفك ترانك موسلز احسن الوظيفة العضوات اللي موجودة في الترانك عن طريق ان انا بقدر آآ بعندي كونترول ليه الايه ليه الانترسجمينتال موبمنت الموجودة بين الاسباين وبقدر كمان ان انا امكن العيان ان هو يريستور والكوردنيشن بحيث ان انا بقدر آآ امكن العيان ان هو يستعيد وظيفته الطبيعية تاني اه ان هي بتساعد ان هي كمان تقلل البين وكمان ثبت ان هي آآ بتمنع بتاعة آآ لو باك آآ بين بحيث ان احنا قلنا ان انا العدلات دي قوية بشكل كافي ان هي تقدر ان هي تحافظ على فيه مش هيبقى فيه اي اه اه بشكل مش مزبوط او اي مش هيخلي تضغط على وده طبعا هيمنع اه ده طبعا هيمنع ان يكون بقى موجود فيه لو دي المصل دي اه شغلة بشكل كويس او ان هي يعني قوية بدرجة كفية ان هي تحافظ على وتسبت وما حصلش فيه اي ديفورمتي او بين فبالتالي بنقول بقى يعني ان انا بقدر اساعد في حل مشاكل اللي عندي العيان او حل مشكلة مصل دي عن طريق ان انا ابدأ الاول ان انا اعمل المصل وعرف مشكلة المصل هل مشكلة المصل دي مشكلة فيه لو مسلا ان انا بقوم مسلا اه بتمانين اه معينة ان انا مسلا احاول ان انا اقلل دوت بعمل للمصل لو مشكلة ان انا اه اه بعمل آآ اكسرسايز آآ وطبعا لو آآ وو الكواليتي او في الموشن لو الموشن دي بتتم بشكل آآ غلط فبنقول ان انا بالفعل اه بروش والدوت بتتم التحقيقه عن طريق ان انا بعمل اه في المسكولار سستم آآ بقدر عارب بقى بعمل اسيسمنت للمصل بقى بشكل مشكلة في ولا 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 زات نفسها. اتكلم بقى عن آآ البشرة آآ مصل. آآ دي المصل اللي هي بتحافظ على فبالتالي دي المصل اللي انا مني آآ يوزد في آآ وانا وقفة وانا آآ ماشية في والعضلة دي التجنية بتشتغل آآ كتير فهي آآ بتكون آآ بيحصل لها آآ او آآ وكمان آآ بسبب ان هي كمان بتشتغل آآ المصل اللي هي والاليوسوس والتنسور فاشيالاتا والهامسترينج والاداكتورس والبيروفيرمز والسارتورياس ودي اللي عادة يعني بتكون المصل اللي هي المصل اللي هي ايه شغالة على آآ والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الموشة اللي انا بعمل مثلا بشتغل او بعمل وظيفة معينة فبتشتغل لفترة طويلة فالعضلات دي بيحصل لها ان هي بيحصل لها ويكنس والمصل ديت اللي هي بتكون اللي هي والبرونيالز والجلوتياس ماكزماس والجلوتياس ميدياس والابدومن المصل عندي حاجة بقى اسمها الكروز بلبيكسندروم ودي نفتكرها بالست الحامل او الشخص اللي عنده كرش بيكون عندي فيه طايتنس فيه مصل معينة وفيه ويكنس فيه مصل تانية بيكون عندي طايتنس في سوروكو كولامل الاكستنسور الموجودة في الدورزل سايد ومعه طايتنس في القليوسووس والركتس في مروز يعني فيه طايتنس فيه الباك استنسوا و الكريكس اودي بيبقى فيه ويكنس ضعف فيه العضوات الموجودة في الديب أبدومنالماسل معاه طبعا فيه Worknotis Myximus والgov第一 وهي طبعا الامبالانس بتوين بقى المصل دي يعني المصل شدة قوي ومصل اه ضعيفة او حصل فيها ده بقى في في الموشن او اللي تبقى على بتبقى بتبقى بتتم بشكل غير صحيح وانا بخلي العضلات دي بقى في اه في بحيس ان انا بخلي في وده بيعمل في المصل ديت وانا بعمل بخلي المصل في المور اه في اللي اخلي المصل في اللي تبقى مور فانكشنا اللي اه ومور وده طبعا هنعرفه في في الاشترسايز اللي هنقولها دلوقتي في الجزء العملي هتكلم بقى عن ازاي نعمل دي اه او الاكسرسايز اللي انا عاوي بيها هتكلم بقى عن ازاي نعمل الاكسرسايز بقى اللي هنقوي بيها الديب مصل او المصل المسؤول عن الستابلتي وانا اعرف ازاي نعمل البروجريشن صح اول حاجة ببدأ التريننج ان انا بخلي العيان يخلي السباين بتاعه في النيوترال بوزيشن بحيث ان انا لما خلي السباين في النيوترال بوزيشن انا كده خليت البيشن ان هو او الكور مصل بحيث ان انا لما خلي السباين في النيوترال بوزيشن انا كده عملت اكتيفيشن او الديب مصل انا كده شغلت ببدأ من انا بعد كده بقى ان انا اضيف حركة بحيث ان انا بحط لود على الجلوبال مصل فخلي الجلوبال مصل تشتغل بعد كده مهمة قوي ان انا بدأت الاول خليت الاسباين في النيوترال بوزشا بعد كده اعملت اكتيفيشن لديب كور مصل اللي هي اللوكال مصل بعد كده اعملت حركة في فبالتالي انا عملت كده اكتيفيشن للجلوبال مصل مبدأ بقى في البروجريشن ان انا ازود ازود الاندورنس اا ازود الاندورنس يبقى بزود عشان احسن من الهولدنج كبستي وبيزود كمان اللوить بقى او ازود الريزيستانس او اغير فيه عشان احسن من السترينز. او انا بعمل حاجة اسمها آآ آآ دي حاجة اسمها آآ اللي طبعا هتاخدوها بعدين بالتفصيل. عشان احسن من آآ آآ بابدأ بعد كده بقى ان انا اعمل الحركة من جزوشة اللي التانية. او ابدأ ان انا آآ اصعب الموضوع شوية واستخدم عشان حسن برضو من الستابيليزيش آآ آآ حسن من الستابيليزينج رسبونس ويقل وحسن من البالانس. عندي بقى الاكسرسايز بيتم على تلات مراحل. صري فيزيس. ومهم قوي ان انا اعمل كل فيز صح. ومطلعش من فيز للتانية او الفيز للي بعدها. الا ما كنا عملت الاولانية ووصلت لها وحققت الجول فيها كويس. عندي بقى اول فيز فيز وان آآ ان انا ببدأ ان انا اعمل آآ اعمل اكتيبيشن لي اديب او الديب او اللوكل مصل. بحيث ان انا اخلي العيان قاعد آآ في الصورة او بي اعلى العيان قاعد. آآ آآ العيان فيه ومخلي فيه فبالتالي هو كده عمل اكتيبيشن لي. انا عندي فسيء العيان مشغل وعمل على العكس طبعا في دي العيان هنا كده مشغل وعمل على نبدأ بقى في بقى بقى بابدأ ان انا بعد الوقتي بعمل بتكون في وابدأ 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 بقى ان انا خلي العيان آآ يعمل آآ يعمل من الصبين بريدجنج من البرون بريدجنج من الاترال سايد او يبدأ صعابة شوية وخليه يعمل على طبعا دوت وكل دي اجزائي العملي هينزل لها فيديو مشروع في كل حاجة بالتفصيل آآ في السري بقى بابدأ ان انا اعمل بلود عالي وبلوستي عالية وبتكون طبعا في بابدأ ان انا نضيب بقى حركة آآ عندي مسلا بيبدأ يبدأ ان هو يعمل آآ يبدأ ان هو يعمل في الهب او يعمل مع بريدجنج يبدأ ان هو يرفع رجل مرة او او بعد كده يرفع ايد ورجل برضو ممكن نعمل ديت ودي طبعا طبعا فيه سريم يبدأ بقى ان هو يعمل او يبدأ ان هو ينام على القرى ويعمل او يبدأ ان هو ينام على القرى ويزبط كده ويعمل يبدأ ان هو يجيب الرول دي ويبدأ يعمل بها والي طبعا برضو يبدأ مرة يرفع الهيل ومرة يرفع ينام صباين ويرفع آآ رجله برضو حاجة من الحاجات المهمة ان انا عامل كويس فببدأ ان انا بعمل آآ انا بخلي آآ بعمل اول حاجة كده بخلي العيان مسلا آآ نايم على الجهاز دوت عشان ااسس منه الاسترينز بتاعت النيك فليكسور ويبدأ ان اخليه يضغط على يضغط والجهاز بيقسم جدار الضغط وحسب وحسب الرقم اللي هو هيطلعه انا بأسس آآ منه القوة الايه الموصل دي او ابدأ ان انا خليه نايم برون وعامل تشين ان برضو هنا آآ نايم آآ نايم وعامل تشين ان موضيف معاها بقى ايه هركات مختلفة في الابر اكستريمتي واحنا كده يعني شرحنا كل جزء من المحاضرة بس هي راجعة بس مراجعة سريعة اللي احنا اقول لا ابدأ من حين الاسئلة على المحاضرة طبعا لو في اي حاجة مش مفهومة او في اي حاجة آآ حاسين ان فيها مشكلة يعني آآ بعتولي ان شاء الله يعني ان شاء الله كل حاجة بالنسبة لكم تكون آآ فهمتها كويس يعني احنا اول حاجة بدأنا نتكلم عن استابلتي والاستابلتي ومهم قوي ان انا اعرف التعريف بتاعهم عشان ممكن نجيلي في الاستابلتي آآ ببساطة الاسبايم يكون عنده القدرة ان هو يقدر يقوم اللود اللي واقع عليه فبالتالي يحافظ على حركته كويس ويكون ثابت ما فيش اي ديسبلسمنت ويقل ارسك انا ما تكسمى آآ في الاسبايم بتكون مظبوطة تمام وقلنا برضو ان انا عندي الموضوع الاستابلتي ده كله آآ مهم ان هو بيتم عن طريق مهم ان يكون دول شغالين كويس ما بيش اي دفكت في اي حاجة بينهم قلنا مصل بيحصل بين التلاتة وعشان يحافظوا على فيه الجسم وقلنا الكور الاستابلتي اللي هو عبارة ان انا بعمل كنترول للي الوزيشن وي الموشن اللي انا بعملها وتكلمنا بقى بالتفصيل عن اللوكا والجلوبال مصلز دي المصلز المسؤولة عن الديب الديب استابلايزينج او المسؤولة عن الاستابلتي في الجسم اما حاجة نعرف ان اللوكل اللوكا المصل اللي هي الملطيفتز والترنزوبس ابدوميناس ممكن برضو تسئلوا عليهم والجلوبال مصل دي العضلات الكبيرة اللي جاية من البلفس مسكة في لسراسك. نعرفهم كلهم طبعا. دي كل المصل ايه? وآآ كريمنا بقى عن الاكسارسايز اللي احنا هنعملها وفايديتها ايه? وانا الاكسارسايز دي بتقلل البين. وكمان وبتمنع وكمان بتحسن قوي من 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 بتمنع كمان بتاعته. وانا قبل ما نعمل ايه? نعمل نحسن من الاستابليزيشن بتاعت الليمبو بيلفيك. قلنا اللي هو الترانك على الهب على البيلبس. ابدل اول انا اعمل على المصل. اعرق مشكلتها ايه? ان كانت اوبر اكريبيتي طايتنس ويكنيس او مشكلة في الكوالاتي بتاعت الموشن. واتكلمنا عن ايه? عن البوشير ماصلز. قلنا دي المصل اللي بتحافظ على البوزيشن. فبيحصل لها شورتنينج او طايتنس. وكلمنا عن الفيزيك ماصلز. قلنا دي الماصلز اللي ايه? بتعمل الحركة مدة طويلة. ويقولنا دي بيحصل لها ويكنيس. وانا طبعا امسل على كل واحدة منهم. كلمنا عن الكروز بيلفيك سندروم. مهمة قوي اعرف ايه اللي بيحصل فيه طايتنس ويكنيس. عشان بتسلوها في الانتحان. وبدأنا بقى نتكلم عن بتاعت الترينينج. طبعا ده شرح السكشن. دي اسئلة بعد المحاضرة. تطبع عليها ان شاء الله بعد ما تسمعوها وتذكروها. آآ بيقول يعني بعمل فيها دوت. ده طبعا ده عريف الليها فيز وان. آآ ودورينج الستابريتي الموفمينت كان بي ابنورمال ان الكواليتي. آآ ويالكوانتا طبعا. آآ مهمة جدا نعرف ايه اللي بيحصل فيه طايتنس ويكنيس وما تلغبطش بينهم. اللي اجابة طبعا هتبقى الاولى. اليا طايتنس فيه فيه السوراكو كلامنا الاكستنسور. آآ فيه الايه. فيه الجلوتيوي مسلز. اكسرسايز فيه الكولوزي تشين ولو فلوستي ولو لود. ده طبعا آآ فيز صح. وحنا كده الحمد لله يعني اعتبر اشرحنا كل جزء في المحاضرة. وقلنا آآ وقلنا يعني النقطة المهمة فيها. وقلنا اسئلة كمان. آآ في يعني ان شاء الله يكون كل حاجة واضحة لكم. لو حد عنده مش اي مشكلة في اي حاجة يتواصل معي. واحنا كلنا في في نجاح معاكم ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. وما تنسوش واستطعب المذاكرة وضغط الامتحانات. احنا نحتسب النية لله. بنيت ان احنا بنعمل عمل صالح ونكون اصحر طيب. وبنيت طاعة الله ورسوله. آآ وربنا سهلة عليكم يا رب وسهلة علينا. آآ وبس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.